أعود لماذا تظهروا بشيء هايك؟ يلا نزيل ركع على ركبك هلأ حاكيني بتوصل وطلب مني إني قبل سامحك سامحك على جرائمك اللي ورطتني فيها وع كل شيء ساويته بأهلي توصل هلأ يا عديب أنت كنت السبب أنك حرمت بنت من أهله اعتذر عن كل شيء اعتذر لي لأنك حبست أهلي كل هالسنين اللي راحت من دون سبب اعتذر عن اللي عملته بنت بسيطة مثلي وخربتلي حياتها مشان مصلحتك انت خلتني ققع بحبك المزيف وشو اللي ساويته بعدين طعمتني بظهري وبعتني بكل بساطة لازم تعتذر لي كتير وكمان عن كل شيء قلتلي يا من قبل وطلع كله كذب انت لمستني بأيديك الوسخين هدول اللي تلوته بدم الناس انت عزبتني كتير لأهلي اعتذر هلأ عن كل شيء ساويته وركع رجلك توصل قدامي هلأ كرمال حيات أمك انا في بقلبي شوية رحمة لهيك يمكن ما اتعامل مع أمك بالطريقة السيئة اللي انت تعاملت فيها مع أهلي قليلي وين أمي يا روحي كأنك ما عم تفهم ديب اعتذر قدامي فوراً خبرني هلأ وين مكان أهلي وقلّا وقلّا شو؟ شو رح تعملي؟ انت بدك تأذي أمي يعني؟ بدك تروحي تأتليها؟ انت ما رح تعملي هذا الشيء يا روحي لأنه أروحي اللي أنا بعرفه كتير منيح ما بتقدر تأذي أي حدا ولا بأي شكل تارا عملت كتير شغلات سيئة معيك حاولت تأتليك بس انت ما أزيتيا رغم كل هذا الشيء فضلت أنك تسلميها للقانون بس أنت ما كنت تعمليها بالمثل أنا بعرف أني المجرم بنظرك عاقبيني بالطريقة اللي بدك ياها بس أنا ما رحابل أنك تعاقبي حدا بريد حتى لو كان هذا الحدا حتى لو كان هذا الحدا هو أمي اللي بعيدة عني متأكد أنه أنا نفسها أروحي القديمة؟ أي؟ لا أروحي اللي كنت بتعرفها خلاص ماتت كانت روحي طيبة كتير في كتير ناس أساؤولة وسببولة الأزا بس هي أبدا ما ردت على أي حدا فيهم وما تصرفت بأي شي غلط معهم بس أروحي ارتكبت غلطة واحدة حبت شخص أكتر من روحها وأكتر من أي حدا فيها الدنيا هي حبته أكتر من أي شي بسعدها قدمت له كل شيء بس هذا الشخص تظاهر أنه هو كان يحبه وبعدين خانه وهالشخص تزوجه كمان وقال له أنه هو رح يسعده وقطع كل الوعود بس بنفس يوم العرس هو شعل النار بغرفته واخده من هناك لما كانت غايبة عن الوعي وراح غير له وشه كمان انت عملت كل هذا لأنك أناني كل اللي عملته من ورا جشعك للمساري ولمصلحتك ديب عرفت شو اللي صار؟ أروحي هديك ماتت أنا اللي دفنت بإيدي التنتين هدول ديب لهيك لا تتوقع مني أي رحمة على حدا أبداً أنا ما عندي أي شفاقة وأروحي اللي شايفة وافة هلا قدامك يا ديب ما بقى بهمة بهالحياات غير أهلا و... شو كنتي بدك تقولي؟ بهموكي أهلك؟ ومين غيرهم؟ قليلي مين اللي عم تحكي عنه؟ أنا هون اللي عم بسأل انت هلأ رح تجاوبني وبس ولهذا السبب اللي هلأ وين موجودين أهلي وإلا؟ تتذكر شو اللي صار معك بلندن صح؟ بهذاك الوقت انت نفدت بالغلط ديب بس بهذا الوقت أمك ما رح تنجا أبداً تذكر هشي إذا بصير أي شي سيء مع أمي إذا بصير أي من شكل صغيرة ساعة ما رح تعرفي أنا شو ممكن ساوي وجه تهديدك لغيري انت ما بتخوفني بتهديدك بالمرة أنا سبق وشفت وحوش كتير مثلك هلأ انت ما بتعرف أنا شو ممكن ساوي معك يلا إلي لي وين أمي أروهي ما صبت هدفي هلأ بس ما رح أغلط المرة الجانب أروهي واقفي يلا إلي لي وين أمي أروهي أروهي ما فيك تهربي مني لازم تقليلي وين أنا هلأ رح أعطيك 24 ساعة عادي إذا كان بداك تشوفوش أمك فأنا كمان بدي يكونوا أهلي بأمان وإلا بتنسى موضوع أمك نهائياً وين ما كنتي مخبيتي على أمي أنا رح لاقيها ما رح تقدري تمنعيني انت كتير ملهوف على شوفت أمك مو هيك؟ انت من زمان كنت تتحبني كتير وهلأ لا شو اللي صار لك؟ شو اللي صار لك لساتني بحبك بس مالك قدران تشوفي هالشي بس أنا حبي الكبير لقلاك تحول لكره معك 24 ساعة بس تذكر هالشي اسمعيني أروهي قليلي وين أمي هلأ وين خبيتيها أمي هالشي أمي هالشي أمي هالشي أنا حبيتك بإخلاص كتير كبير ووثقت فيك وأمنت لك ديب بس هاد الحب تحول لكره بعد اللي صار هلأ هالشي ما رح يزعجني أبداً أيام القهر والحزن خلاص انتهت ما رح تقدر توقفني إجا دورك انت وأنا اللي رح خليك تعاني هلأ أنا ما فيني إلعب هاي اللعبة بقى لأنه صار الوقت لحتى ينتهي كل شي انت انهيها لهي اللعبة وإلا أنا يالي رح انهيها بطريقتي الخاصة ولا تحمليني المسؤولية بعدين لسه ما أكلت شيء؟ لسه ما أكلت شيء؟ مين انتي؟ ليش يبديني لهون؟ ليش في عتم كدير؟ ليش ما عم تشعل الضوء؟ ليش ما بدك تخليني شوفو الشيك؟ ما في أي داعي لتشوفيني أو تعارفيني صحتك مومنيحة أنت لازم تاكلي هلأ وإلا حتى الدواء ما بقي ينفعك تعالي لا تقربي مني لا تعمليلي أي شيء أنا بعتذر كتير لأني طريت أعمل معك هالشي أنا ما بقدر تمنك هلأ أبداً لأنك إذا عرفت أني ما رح أزيكي ساعتها القدير بس بيعرفش ممكن تكون ردة فعلة حتى ممكن أنك تحاولي تقربي من هون أنا ما بدي أنه خوفك أو أزيكي لكن انت بس كلي هلأ ولما بصير الشي اللي أنا بدي إياه وقتها رح تكوني حرة لهيك هلأ لا تعاندي أبداً واعمللي متل ما عمقلك أنا ماني حابة إنك تبقي هون يلا كلي كلي بصرة عديبة أول شيء أهلي لازم يرجعوا لي وبعدها أنا رح أنتقم على كل شي عملته وعلى كل عذاب عزبتني يا الأزل اللي سببتلي يا رح ردلك يا الضعف لا وما كان الأمي بأسرع وقت وإلا أنا رح أقاتلكم كل آتكن عم تفهموا شو إليت أروهي ما فيها تعمل هيك معي أبداً وأخيراً لقيت الأمي بعد ست سنين وهي غايبة عني أنا ما رح أسمح لحد أنه يبعدني عن أمي مرة تانية أبداً هلا أنا رح أعطيك 24 ساعة دي إذا كان بدك تشوفوش أمك فأنا كمان بدي يكونوا أهلي بأمان وإلا بتنسى موضوع أمك أروهي في حدا هون من وين جاي هذا الصوت؟ في حدا هون؟ ساعدني ساعدني موسي ليلي موسي؟ مين اللي أعمل هيك؟ أروهي أروهي؟ معقول أروهي عملت هاد الشي؟ لسا ما صار أي شي له هلا ديب، أنا هلا لازم أقول لك شي كتير مهم هاد الشي كتير ضروري إنك تعرفه ورح يفيدك يا تران شو عم يحبو هلا ديب وموسي؟ معناها موسي كانت عم تستغفلني عن جد وهنا المتعاونين مع بعض شو هو هالشي؟ أنا عرفته لما كنا عم نعمل طقوس مباركة من فترة بس قبل ما أقدر خبرك بهالشي أروهي جابتني وحبستني بهالمكان لما رح تسمعه، انت أكيد رح تنصحق رح تنهار الأرض من تحت رجليك كمان شو ما أقولي يكون هاد الشي؟ موسيقى أنا هلأ خبرتك بكل شي بعرفه شو لازم نعمل هلأ؟ انت قلني أنا لازم أطلع من هاد المكان بأسرع وقت قبل ما يشوفنا حدا عم نحكي لا هالشي مو ممكن يصير ما ممكن يصير بس لازم أعرف شو فيه ديب أنا أعطتك فرصة تانية ورجعت وصقت فيك كمان بس إذا انت رجعت خنتني مرة تانية وغدرت فيني ساعة أنا شو لازم أعمل فيك؟ انت لازم تكون ميت مع هديك البنت اللي اسمها آروي هيك رح يكون مصيرك أكيد طيب وشو إذا انت أثبتت وفاقك لإلي؟ ساعة أنا شو لازم أعمل؟ موسيقى كيف لازم أتصرف معك؟ أنت بتحبيني كتير صح؟ هذا اللي خلاك تعملي كل هالشي لحد هلأ مو هيك هم؟ شو اللي هم بتعمله أنت عم توجعني؟ ليش؟ بتحبي الوجع ما هيك؟ أنت علاقتك كتير قديمة مع الوجع صح كلامي؟ أنت أزيتي حرك كتير وسببتي الأزلة غيرك هذا اللي أنت ساوتي ما هيك؟ بدك تكوني لإلي للأبد صح؟ فكوني إلي اليوم كل هالأسماء اللي كتبتيها هي مكتوبة على وشك وما رح تروح شوف إيه ديب؟ ديب عمال لك تركني جنات شي؟ بدك ياني أتركيك؟ كل هدا الشي اللي صار لأنك بدك ياني وهلأ عم تطلب مني أني أتركيك هاي اللعبة اللي قررت أنك تلعبية معي أنا بأكد لك رح تنتهي معي وبس أنا بدي إليك شي مهم هلأ بس أنت لازم توعديني وتنفزي وعدك لإلي هلأ رح تساوي اللي رح قلك عليه ومن دون أي أعتراض فهماني؟ أنا دايماً بساوي اللي بتطلبوا مني بس أنت دايماً ما بتهتم أنا ماني غدارة مثلك ولا مرح انتك مثل ما عملتك قل لي شو بدك تخبرني؟ أنا ما فيني إليك هون بأيلك بأيلك بمكان تاني أنت رح تعرف هالمكان أكيد بس شو مكان اللي رح يصير رح يصير اليوم وبس يا ترى شو هو هالشي المهم اللي ديب ما بده يقله يا لتارا هلأ؟ معقول يكون هو نفس الشي اللي خبرته يا موسي؟ شو ما كان التمن أنا رح اكتشف شو الموضوع المهم اللي بده يخبره يا لتارا لحتى استفيد منه؟ إذا بدي يفوز بهذه اللعبة فأنا لازم كن دائماً سابقته لديه بخطوة على القليلة مقاطعة موريا، لقطع رقم ستة يعني هذا هو العنوان؟ ايه الدهب اللي كان بالسيارة واللي ما وقع بين إيدين حدا ما تخبي بالعنوان المكتوب هون استنى هلأ العنوان اللي موجود فيه الدهب صار معروف فنحنا ما بقى بحاجته لأروهي بعد هلأ هلأ مين اللي رح يقتل أروهي؟ ديب انت؟ ولا انت فيرات؟ فيرات، انت اللي رح تقتلها لأروهي هي قتلت لك حبيبتك أنجالي اللي كنت بتحبها وحرمتك منها للأباد هي بتستحق الموت ولازم نخلص منها كلنا أنا بعرف ديب، ليش ما بدك تقتلها لأروهي؟ لساتك غرقان بحبها لحد هلأ وما عم تقدر تباعد عنا أبداً انت بتعرفي منيح أن أروهي لها السبب ما رح تقتلها وانت فيرات، ما بدك أنك تقتلها لأنه هي حالياً إلا وش أنجالي، وانت كل ما تطلعت فيها بتتذكر حبيبتك ما رح يصير شي عن طريقكم بس بصراحة أنا عمقول بالنهاية إذا ما حدا منكم أنتو الاثنين رح يقتلها لأروهي ويخلصنا من وجودها ساعتها، أنا بإيدي التنتين رح انهيها وأخلص من هالموضوع وارتاح وبوقتها لو شو ما عملت أنت كرمال هذا الشي بأكد لك رح اقتلها لأروهي أنا اللي رح حط حد لحياتها للأبد بس أول شي أول شي نحنا لازم أنه نحصل على الدهب بوقتها نحنا رح نتقاسم وبيناتنا نحنا لثلاتة وبعدها أنا بدي بإيدي هدهو التنتين حتى لأروهي وأهلا بصف واحد مع بعض وأووصن وأخلص منن سوا وهيك بينحل كل شي حتى لو اضطرنا أنه نترك هاي المدينة بعدها ونروح أنا ما رح اتركها لأروهي بحالة بالمرة ديب هذا الشيء أكيد كافي إلنا ثلاثتنا صاح؟ مو بس ثلاثتكم صار في حدا رابع ثلاثت مسدسات؟ معقول لحتى تقدروا تقتلوا شاب مسكين مثلي كلها طلقها واحدة بصدر بتكفي ما في داعي تعزبوا حالكم هيك أنا بعرف إن كن أغنياء بس تعلموا تقتصدوا شوي أنت شو عم تعمل هون؟ أنا أجيت لهون لأسألكم كم سؤال شو بدك؟ شو بدك تعمل؟ لأنك رح تموت قبل ما تلحق تعرف أنا هلا أفهمت ليش كنت تضل تلاحقنا كل الوقت بالأيام الماضية أحيانا بصفتك إعلامي وأوقات تانية بتكون حكيم واحد مثلك لازم يكون إن قتل من قبل وخلصنا من وجودك ما في مشكلة خلينا ننهيها القصة هلا لازم نقتلوا وندفنوا بهالمقبرة هون ما حدا رح يعرف هو وين اختفق أبدا كمان أنت بتفكر هيك طيب قبل ما تقتلني هلا برأيي لازم تتفقد تليفونك بظن وصلتك رسالة مقاطعة موريا القطع رقم ستة يعني هذا هو العنوان ايه، الذهب اللي كان بالسيارة واللي ما وقع بأي دين حدا متخبي بالعنوان المكتوب هون انت لي سجلت الحكي وبعدت لي مو بس سجلتها، بعدت لحدة ثاني وأنا خبرته لهذا الشخص أنه يرجع يبعد لك تسجيل هاد بعد ثلاث دقائق بالضبط وهيك عمل وكمان، بعد بربع ساعة إذا هذا الشخص مادر يسمع صوتي بشكل واضح فأنتو بتعرفوا الإعلاميين بالأول هالأخبار رح تنتشر بالإعلام هون وبعدها ما رح تاخد وقت رح تتوصل للعالم كلياته وهيك، بوقتها شركة لكشمي للتمويل والملايين كلها وحتى الدهب والجرائم رح يكونوا حديث الأخبار موسيقى عجبتك هاي الحركة مني ديب هذا اللي بيقوله عنه العين بالعين حتى تحصل على كنزك أنت ورطت حالك بجرائم كتيرة أنا ما رح خليه يقع بإيدك بها السهولة هاي هلا أنت لازم تخبرني وينهم أهلي وما عندك خيار تاني وأول ما يرجعوا لي ساعتا رح تشوف أنا شو رح أعمل فيك يا ديب أنا ما رح أرحمك ورح حاسبك عكل شيء رح يطلع عنه مغلق ورش تغطي مزبوط ما رح خلي خططك تنجح مهما حاولت أو عملتي لأنه آروهي ما بقى ضعيفة مثل أول أبدا وكمان أنا تعلمت كتير شغلات من وراء لعبة الأطول الفار اللي عم بلعبة معك لازم لوحد يضل بعيد عن أعداؤه وما يخليهم يشوفو أو يشوفو شو عم يعمل ووقت بيحسوا بهالشي بيكون تأخر الوقت كتير بترجعك ديب ما بصير تنخدع بحيلة هالمراسل إلنا زمان عطرين هالمصاري وانت بتعرف هالشي وما لازم نعطيها هلا أحصة منن يمكن يكون هالمحتال عم بيكذب خليني يقتله هلأ ما بصير نتراجع هلأ القصة انه خطت هالمخادع محبوكة منيح ولهيك لازم نخليه سير شريكنا الرابع يا فيرات وقاله ممكن يروح لعند الشرطة والصحافة وانت بتعرف كتير شو بيصير إذا بلغ عنا ماشي نحن قبلانين بشروطك كل ياتا انت رجل أعمال مميز أكيد ما في داعي يخبركم شو بقدر أعمل إذا غدرتوني ما أنا لازم روح المخفر عندي شغل رح يبدأ تحقيق بجريمة قتل نيشة مرة تانية لازم روح موسيقى لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكون أول من يشاهدها موسيقى موسيقى